اهلا احبائنا مشاهدينا في كل مكان بحييكم في اسم الرب يسوع المسيح هذا الاسبوع منحتفل في اسبوع الام صلب وقيامة يسوع المسيح بحسب التوقيت الشرقي كتير من الاخوة بيسألوني ماذا تعني كلمة اصنى بالطبع كلمة اصنى هي ليست كلمة عربية مأخوذة يمكن اكتر من اللغة اليونانية اللي ترجمتها باللغة الانجليزية هوزانا او اوزانا في الفرنسي وطبعا الكلمة العبرية هي الكلمة الاصلية لهذا المعنى بتعني هشيع من هشيع نخلص الان وهي بالزبط حرفيا الكلمة بتعني خلص الان وطبعا الآية مأخوذة من انجيل متى اسحاح 21 خلينا اقرأ بعض الآيات من آية 8 والجمع الاكثر فرشوا ثيابهم في الطريق واخرون قطعوا اغصانا من الشجر وفرشوها في الطريق والجموع الذين تقدموا والذين اتبعوا كانوا يصرخون قائلين اوصنا لابن داود مبارك الاتي باسم الرب اوصنا في الاعالي ولما دخل ارشليم ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا فقالت الجموع هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل وطبعا بحسب الاعياد اليهودية يعتبر هذا اليوم هو دخول المسيح يعني بالنسبة للتقويم المسيحي الارجح الاحد او الاثنين هو دخول يسوع الظافر الى اورشليم وتطهير الهيكل من الباعة وطبعا من الفساد والظلم الديني اللي كان بسود هذا المنطقة طبعا يسوع المسيح يقدم نفسه للامة اليهودية وخلي بالك فيه نقط كتير كتير مهم اللي تساعدنا حتى نفهم صياق الحديث لهذه الكلمة اوصنا او بالعربي في ترجمة تانية هوشعنا اللي هي مأخوذة من العبرة هوشعنا خلص الان وهي الكلمات احبائي اختار المسيح التوقيت العجيب فطبعا هذا الاسبوع هو اسبوع الاستعداد للفصح فصح اليهود فخلي بالك في عدة مواقف الرومان والكتائب الرومانية الجيش الروماني بيجي بكم عدد كبير من الجنود حتى يتمركزوا في قلعة انطونيا اللي هي ملاصقة لجبل الهيكل او ملاصقة الهيكل التي تطل على دار الامم وكل منطقة الهيكل من ناحية اخرى كل الجماعات الدينية من الصدقيين والفرسيين حتى الغيورين والهيروسيين وكل الفئات اليهودية بتتجمع في هذه المنطقة في الهيكل وحول الهيكل وخلي بالك انه الفصح هو واحد من الاعياد اليهودية التلاتة الرئيسية اللي بتيجي الناس من كل انحاء العالم حتى تعيد تلات مرات في السنة ولانه عيد الفصح عيد مهم والناس اللي بتيجي من مسافات بيجوا بيمكثوا حوالي خمسين يوم لانه بينتظروا عيد الفصح ليوم الخمسين يعني بعد تسعة واربعين يوم ليوم الخمسين بيحتفلوا في عيد الخمسين أو عيد الحصاد أو عيد العنصرة كما نسميه الدنيا ملياني الوضع مكهرب الرومان عندهم شيء مهم جدا انه الامن يكون مستتب وانه اه فيك تمرسوا العبادة في الهيكل لكن بدون مظاهرات ولا بدون اي امور سياسية بالنسبة لليهود البعض منهم اللي بحاول يهدي الوضع والبعض الاخر اللي بحاول يثير الوضع مثل الغيرين اللي بيستخدموا هذه الاعياد حتى فعلا يخدوا خطوة انه يقوموا في مظاهرة او في ثورة ولسيما اعداد انت بتتكلم عن مئات الالوف من الناس يعني كل اورشليم وما حولها وضواحيها كلها والبلدان المحيطة كلها بتعج بالسكان وملياني باعداد كبيرة فهذا التوقيت احبائي توقيت مهم جدا لدخول الرب يسوع المسيح فاذا يسوع عم بقدم نفسه للامة اليهودية وهذه الكلمة مصحوبة بتسبيح يسبحون الله بصوت عظيم فتخيل انه الهيكل وقلعة انطونيا يعني كل الدنيا سامعة الاصوات اليهود خايفين من التحرك السياسي لان لا يأتوا الرمان ويأخذوا مكانهم والرمان خايفين من المظاهرة فمستعدين على اهبة الاستعداد ولسيما هذا الحدث بيذكرهم في حدث صابق في سنة 164 قبل الميلاد عندما انتصر المكابيون سواء متتياهوا الاب العجوز الكبير مع ابن يهوذة وأولاده الخمسة طردوا أنتيخوس أبيفناس وطهروا الهيكل ولما دخلوا أورشاليم كان نفس الاستقبال بالصعوف وأغصان وفرشوها طبعا وكانوا يهللون بأصوات عالية بس هنا حباء الوضع مكهرب اليهود تحت العبودية الرومانية وأي كلمة دائما تترجم سياسيا في تلك الأوضاع الوضع مكهرب جدا كانوا بيرددوا هذه العبارات في عيد الفصح وفي عيد المظال أحيانا يقولون أوصنا لبن داود مبارك الآتي باسم الرب أوصنا في الأعالي في إنجيل متى إصحاح 21 والآية 9 في إنجيل لوقة مكتوب مبارك الملك وهي كلمة أخرى لكلمة المسيح مبارك الملك الآتي باسم الرب سلام في السماء ومجد في الأعالي هاي التردات يمكن بتذكرنا في رسالة الملائكة عندما رنمت وهتفت المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصرة فإذن هذا السلام وهذا المجد هو العصر المسيحاني ولكن في سوء فهم اليهود كتير منهم فكروا أنه أجد الساعة أنه المسيح ولسيما شافوا كل المعجزات الخارقة من فتح العيون وإقامة العازر من بين الأموات ومعجزات كثيرة فمن يستطيع أن يقف أمام الملك فمن يستطيع أن يقف أمام المسيح فمن يستطيع أن يقف ولسيما أمام هذه الترديدات والشعرات والكلمات التي تقول أو صنة أو شعنة آه خلص الآن وهي الآية على فكرة مأخودة من مزمور 118 الآية 25 والآية 26 مكتوب آه يا رب خلص يا رب خلص نفس الكلمة خلص الآن آه يا رب أنقذ مبارك الآتي باسم الرب هذا اللقب سواء المسيح أو الملك أو ابن داود مبارك الآتي باسم الرب أو صنة في الأعالي أو صنة لابن داود فهذا اللقب الملكي هو تعبير عن ابن داود اللي هو كما قال يسوع المسيح أنا أصل وذرية داود هو اعتراف يعني بكلمات أخرى كان فيه اعتراف أنه هو المسيح المنتظر أنه اعترفه بمجيء المسيح ودخوله أرشاليم خلاص ابتدأت الساعة ابتدأت فعلا العصر المسيحاني والمسياني ولكن أحبائي هاي الآية هي تتميم لثلاثة نبوات النبوة الأولى في مزمور مية وطمانطعش كما ذكرت آه يا رب خلص آه يا رب أنقذ مبارك الآتي باسم الرب والنبوة الثانية هي نبوة دانيال ولاحظ في نبوة دانيال إصحاح تسعة والآية أربع وعشرين والآية ستة وعشرين ياريت تقرؤوها بتشوف التوقيت العجيب في دخول المسيح إلى أرشاليم لتتميم النبوة هي واحدة من أعظم النبوات اللي بتتكلم عن التوقيت الدخول طبعا وتقديم نفسه كذبيحة لإله وطبعا النبوة الثالثة هي نبوة النبي زكريا في إصحاح تسعة والآية تسعة قولوا لابنة صهيون لا تخافي هاي من مزمور من آسف من نبوة من إشعياء لكن في زكريا بقول قولوا لابنة صهيون هو ذا ملكك يأتيكي وديعا طبعا في نبوة زكريا عادل ومنصور مشانيك بنقول دخول في موكب منتصر إلى أرشاليم ركب جحش ابن أتان تتميم للنبوة هتفوا بالشعارات وبصعوف النخل وفرشوا ثيابهم احتراما وتقديرا لهذا الملك اللي داخل إلى مدينته واللي داخل أيضا إلى هيكله فإذا تمم المسيح ثلاثة نبوات في المزمير وزكريا ونبوة دانيال فطبعا المسيح الغرض مش ييجي لتطهير الهيكل كما فعلوا في المكابيين كانت ثورة وحرب وسفك دماء هو أنه بيتكلم عن طبيعته عن هويته أنه المخلص وأنه وديع ومتواضع وعادل ومنصور هذه الصفات مش دخول واحد داخل في غزوة على أرشاليم ولا في حرب عنيف ولا في احتلال فالمسيح يريد أن يملك على القلب والكيان ويريد أن يتوج ملكا ومخلصا على القلب والحياة فإذن فالشعرات يمكن اللي استخدمت في عصر المكابيين اللي هي بين العهد القديم والعهد الجديد هذه الشعرات تلائم المسيح أنه هو المسيح هو المسيح المنتظر ابن داود هو المخلص هو الملك وهو اللي تمم هذه النبوات سواء في المزمير أو زكريا أو المكابيين شو ممكن نتعلم من هذا الدرس من دخول المسيح يستطيع أن يدخل إلى حياتك وكما طهر الهيكل يستطيع أن يطهرك من كل خطية ومن كل إثم بدمه الطاهر الكريم وهذا يحتاج اعتراف منك بيسوع المسيح تقول له يا رب أنا باعترف فيك أنك أنت ملكي وانت ربي وانت سيدي وانت مخلصي شو رايك تعلنها اليوم تقول له يا رب يسوع أنت مخلصي أنت ملكي صليها اليوم قل له ارحمني أنا الخاطئ أنا بتوب عن كل خطية اغسلني بدمك وأنا أتوجك أنت الرب على حياتي وفعلا كما طهر الهيكل مكتوب عنه هو يطهرنا من كل إثم الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا الذي أحبنا وقد غسلنا من خطيانا مكتوب عنه إن اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطيانا ويطهرنا من كل إثم فهو الذي يغفر وهو الذي يطهر وهو الذي يحرر فمحتاجنك الآن اترنمها هو شعنة آه خلص الآن خلصني أنا خلصني من خطاياي وأنا بتوجك أنت الملك والرب على حياتي ربنا يباركك وشارك هذا الفيديو مع الآخرين ترجمة نانسي قنقر